يتواصل الجدل في المغرب بشأن قانون الأحوال الشخصية المعروف باسم مدونة الأسرة وذلك بعد أن نبهت جمعيات نسائية وحقوقية نبهت إلى خطورة ما وصفتها بموجة العنف والتهديد التي استادفت بعض النساء في البلاد بسبب مواقفهن من مراجعة هذه المدونة وأكدت التنسيقية النسائية التي تضم 33 جمعية أن تهديد النساء يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية لهن يعود الجدل مرة أخرى بشأن مطالب بتغيير مدونة الأسرة في المغرب وذلك بين المدافعين عن حقوق المرأة وبين المحافظين الذين لا يرون أي داع لإحداث هذا التغيير وفي رسالة إلى النيابة العامة نشرتها فيدرالية رابطة حقوق النساء على صفحتها بالفيسبوك أشارت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لقانون الأحوال الشخصية إلى أن الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى لا تخلو من التهديدات التي تحرد على الكراهية وتهدف إلى ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة وأوضحت رسالة التنسيقية بأن مجموعة من النساء المناضلات وصلت هن رسائل رقمية تحمل تهديدات خطيرة في حقهن من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن وتأتي رسالة التنسيقية بعد دعوات من الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة خلال الأيام الماضية للنيابة العامة والجهات المسؤولة بفتح تحقيق في تهديدات بالقتل والتحريد على العنف والكراهية في حق ناشطات وحقوقيات وفي هذا السياق وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استغربت فيه استغلال منابر المساجد في مناسبات دينية للتحريد ضد الفعاليات الحقوقية والسياسية وقالت إن الخطبة الدينية أصبحت تضغى عليها نبرة تكفيرية تهديدية من أطراف متعددة من الأفراد والتنظيمات المحافظة في البلاد وفي الآوينة الأخيرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي معطيات قيل إنها تسريبات من مقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي تم تقديمها لرئيس الحكومة أواخر الشهر الماضي لرفعها إلى العاهل المغربي وقد أثارت احتدام الجدل حول إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم علينا من الرباط نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عاطفة تمجردين أهلا ومرحبا بك معنا سيدة عاطفة لماذا أثار برأيك هذا القانون كل هذا الجدل الذي أعرف بمدونة الأسرة وما هي تحفظات الجمعية النسائية عليه شكرا بداية بالنسبة لنا بعد عشرين سنة من تفعيل مدونة الأسرة التي تم إصلاحها في سنة 2004 وانطلاقا من الاستعمال وكذلك من تفعيل هذه المدونة والتي اعتبرت في تلك اللحظة أنها طورة كبيرة جدا وطورة قانونية استجابت أولا لنساء المغرب ولكن كذلك استجابت للحركة النسائية في تلك اللحظة كانت طورة اليوم تبين بأن هذه المدونة فيها تتضمن مجموعة من التغارات لا على مستوى التطبيق ولكن كذلك على مستوى المقاربة على مستوى التصور على مستوى مكانة المرأة فالآن هذه اللحظة نعتبرها أنها لحظة فاصلة من الضروري أن يتم أن تكون هناك تعبئة هذه التعبئة عرفت أوجها بعد الخطاب الملكي وكذلك بعد الرسالة الملكية التي تمنا نحن جميعا المصطرة المتبعة باعتبار أن الآن الاشتغال هو بين يدي مؤسسات وزارة العدل رئاسة نيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبعا القطاع المسؤول وتم الاستماع لكل الجمعيات والأحزاب والنقابات والشخصيات كما ورد ذلك في الرسالة الملكية اليوم نحن أمام اقتراحات أمام تعديلات هذه التعديلات يهمنا فيها هي أنها أولا أنها تستجيب للتغير والتطور الذي عرفته المرأة المغربية كذلك تستجيب لحاجية الواقع اليومي تستجيب لدور النساء في المجتمع المغربي وتستجيب كذلك للإجتهاد المنفتح للإجتهاد المتطور الذي يدعو إليه كل الحاداتيين كل التقدميين في المغرب نساء ورجالا إذن الآن نحن مؤنات لهذا المصر بعيدة عن المجتمع المغربي وعاداته وربما مطالبه فيما يتعلق بحماية المرأة لا أعتقد بأن هناك الآن ابتعاد عن الواقع الواقع اليومي للرجال للمغاربة وكذلك للمغربيات يؤكد على أن هناك ضرورة وهناك إمكانية الضرورة من أين تنطلق تنطلق مثلا ما يتعلق بالمسؤولية المشاركة النساء الآن مسؤولات على أسرهن تتعلق كذلك بالولاية القانونية النساء مسؤولات على أبنائهن تتعلق كذلك باقتسام الممتلكات أن النساء يساهمن في اقتصاد الأسرة احتساب العمل المنزلي كذلك ما يتعلق بالطلاق بزواج الأم الحاضنة كذلك بالمصلحة الفضلة للتفل الآن هل يمكن أن نقبل في مجتمعنا أن يكون هناك تزوج التفلات هل يمكن أن نقبل في مجتمعنا عدم الاعتراف طبعا بالأبناء ورغم أن كان هناك الخبرة الجينية التي تؤكد البنوة الفرق بين البنوة والنسب إذن هناك قضايا يؤكد الجميع بأنه حان الوقت لتجاوزها لتجاوز تلك العرقين وأن يتضمن هذا القانون لوضع الفرق نعم التي سوف يتضمن هذا القانون باعتبر أن الآن هناك حاجة هناك ضرورة وهناك كذلك تطور قانوني عرفه المغرب فلا أعتقد بأن الآن هناك تخوف من كل ما قمنا به عبر هذه العشرين سنة نعم التنسيقية النسائية قالت أن تهديد النساء يفرض التدخل العاجل كما قالت من قبل مؤسسات الدولة لحمايتهن هل تتوقعون أن تستجيب مؤسسات الدولة لهذا النداء سوف تستجيب لماذا أن التنسيقية كذلك نحن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عضوا في هذه التنسيقية اجتمعنا طبعا تبين بالفعل بأن هناك هذه التهديدات وهذه التهديدات سلكت المصطرة القانونية باعتبر أن هؤلاء النساء وضعنا شكايتهن لدى طبعا لدى النيابة العامة فقط نحن قمنا بوضع رسالة مفتوحة هذه الرسالة كنا مع العلم أننا في البداية قلنا لن نتفاعل لن نتجاوب مع هذا الخطب ولكن بعد أن كانت هناك تهديدات تجاوبنا وتفاعلنا وعبرنا عن موقفنا عن رفضنا عن استلكارنا لهذه المواقف لهذه التهديدات التي نقول بأنها بعيدة عن الواقع بعيدة عن التقدم الذي يعرفه المغرب كذلك بعيدة عن المشروع المجتمعي والمشروع الديمقراطي الذي يريد المغرب أن يحققه باعتبر أن التشبت ببعض القضايا التي هي بعيدة عننا اليوم ليست إلا من سبيل عدم الاستجابة للتطور الذي عرفه المغرب وكذلك للحاجة والضرورة التي يعبر عنها الجميع يعبر عنها الواقع واقع النساء اليومي سريعا سيدة عطم على ذكر البعد المجتمعي إلى أي حد تحظى تنسيقية النسائية بهذا الدعم من مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق مطالبها التنسيقية وضعت مذكرتها التي تحت عنوان من أجل التغيير الشامل والعاميق لمدونة الأسرة وكنا في التنسيقية من أولى للهيئات التي تم استقبالها من طرف الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة وهذه الهيئة استمعت لنا طبعا اطلعت على كل مطالبنا قدمنا لها مذكرتنا المشتركة بين أكثر من 33 جمعية أنها عضوة هنا هذه الجمعيات كلها متواجدة على الصعيد الوطني وطبعا اشتغلت مع بعضها البعض في إعداد هذه المذكرة بكل المطالب وهذه المطالب المتعلقة طبعا بالزواج والطلاق ومنظمة الموارد والمصلحة الفضلة للتفل سيدة عاطفة تيم جردين كنت معنا من الرباط وأنت نائبة رئيسة الجماعية الديمقراطية لنساء المغرب شكرا جزيلا لك